السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء مرحبا بكم في درس جديد تقويم الإجمالي الكتاب المختار في اللغة العربية مستوى أولى إعدادي تلامدتي الأعزاء سأترك لكم النص قليلا اضغطوا عليه وتمكنوا من قراءته إن لم يكن لديكم أما الذين يعملون بهذا المقرر فاستمعوا إلي وفقكم الله إذن السؤال الأول لماذا جاء الإسلام بعقيدة التوحيد؟ جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم الشرفة والعزة وليمنحهم الحرية عتق رقابهم من رق العودية أي حاجة كتبتها هنايا جواب دي السؤال الأول منها تفضر حتى لنها خذ اللي بغيتي أكتبها ما الأطر الذي تركته العقيدة في نفوس المسلمين ما الأطر الذي تركته العقيدة في نفوس المسلمين إبان العصور الأولى الأطر الذي تركته العقيدة في نفوس المسلمين إبان العصور الأولى لشوهك وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد أي ما أتر وهو أثر صالح في النفوس المسلمين في العصور الأولى فكانوا دوي أنفة وعزة وإباء وغيرة يضربون على يدي الظالم إذا دلنا كيف كانت حالة المسلمين من أقبل أمس كيف كانت حالة المسلمين بالأمس أو المسلمون بالأمس كانت حالة أمس حالة يعني فيها أحد الأنفة والعز والكبرياء والحمية لأن الإسلام غير من مجموعة من الطبائع التي كانت سائدة في المجتمع الجائعلي فوحد كلمتهم منحهم الإسلام منحهم من الناحية الاجتماعية جميع الحقوق التي استحقها الإنسان حق الحرية العدالة الإنصاف أعطالي المرأة الحق في الحياة فبدأت النساء تأخذ مكانتها في المجتمع بدلاً ما كانت أما الموؤودة إذا سئلت بأي ذنب القتلات يعني الإسلام في العصور الأولى أو بالأمس كان في أوجي حضارته السؤال بالنسبة للدرس التركيب الدرس اللغوي أن الكلمة وزنها نوعها حروف الزيادة أعتقى وزنها أفعالة فعل مزيد حروف الزيادة الهمسة وحدة فعالة مزيد التضعيف داخل فعالة كيفية مشاركة فعالة يعني نوعه ومزيد حفظة الألف استناموا استفعلوا أو استفعالة مزيد ألف والسين والتاء وحول أفعال مجرد إلى أفعال مزيدة وفق المعاني المطلوبة مستعينة بالجدول الآتي بعد نقله الفعل المشارد رافعة نقوم بإذن المشاركة وهذا المعاني الزيادة عن المشاركة عندي ترفع ورفع يعملي دائما الأوزن المشاركة وهذه كثير ومتالعة لديه أعجب أوزان حسنا نحفظ وديه عنده أوزان حسنا حفظ وديه أوزان نشوف هذا الفعل يتبع أوزان وستبع أوزان هذه هي هذه اوزان و هذه اوزاز اوزان نحفظ اوزان هذه اوزان وهذه في ميبل ليا يشي فعلا يطلبوا معنى ونرى ما وزنه اوزن ها في شخصيوا اوزان مهمة عالما كلمه فعالي ولا نساقوا نفس الطوائف العلميق التي يerme بعدها وacağımه اوزن تلك المطاوعة لان في شخص على او استفعل رقلك مع اوزان. بالنسبة للسؤال الاخر اسند الى الجملة الضمار الاسية انا هما هن. انا جملي مدى الطفل ويده الى عمي. انا مددت يدي الى عمي. هما مدى يديهما الى عمهما. هن مددنا ايديهنا الى عمهن. مشو الانشاء? قالك جاء الاسلام لتوحيد المسلمين ورفع من مكانتين. ما ديه الفكرة? قالك جاء الاسلام لتوحيد المسلمين ورفع من مكانتين. دبا هدير الفكرة مقودة من عضل النص. انت قالك اوسحها. افسر هذه الفكرة واوسعها. احنا كان عارفوا ان النيلة بغينا نوسعها. شفنا التوسيع الفكرة. اش كان ديره وكان قرأه وننصق استخرجه منه فكريات. هاد الفكرة هادي كان باول حاجة كان بداق نشرحها. كان شرحها باسلوبي. المرحلة التانية هي هاي كانگ خرج منها الافكار. هذي مقصمه على جوج. مقصم على التوحيد. ومقصم على الرفع من مكانه assim Anything انا عناقش كيفش انا الاسلام دينه التوحيد. وكيفش انا partes ان التوحيد رفع من مكانتهم. اذا عندي مرة اللونة كازين عندي تس Berge تعديها الفكرة. ونعن انíst اذن الافكار الفكرة اللولى هي أنا الطريقة الأولى هي أنني خصنين شرحها والثانيا أنني خصنين نحدد باش أنا عن وسع باش نوسع حس نقصمها على جوج نهضر على التوحيد ونهضر على المكانة المسلمين في العصر اللي ظهر فيه الإسلام موحد الديانات ولا الله واحد أحد وبالأدلة واستشهادات دائما بالأدلة والشر وفي النهاية كان أعطي الرأي ديالي وللخلاصة ديالي ولكن ذلك الخلاصة ديالي بواحد الأسلوب منطقي في النهاية يعطيني الفكرة ككل لاش كتهضر وكيفاش أطرد فيها وكيفاش أنا مقتالع بها نعطيه مثال كل هاته تلاتة خطوات ديال تفسير والتوسيع أولا قراءة الفكرة شيدا قراءة متعنية ثم شرحوها بأسلوب الخاص أسلوب مبسط في المرحلة الثانية يتوسيع في الفكرة نقصنها إلى أفكار وكل شيء الأفكار اللي كانين فيها كان نقشهم بالأدلة والإشجادات وتلتك نحاول أنني نلخص ونطيء الرأي ديالي هنقول لكم أنا نقرأ لكم معكم مش غيبة لكم خطين مم أنا غدين لأنك جاء الإسلام أنني المقدمة شيء طبيعي نقرأ لكم جاء الإسلام لتوحيد المسلمين نقرأ لكم أسلوب بعد أن ندخل النقشة بالأدلة والإستدلال والشواهد سواء كانت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أو من عند المشاهدين والعلماء جاء الإسلام لتوحيد المسلمين من إعلاء كلمة الحق والسير بهم على الصراط المستقيم وليكن منهجهم في الحياة منهج الله ليكن لهم نبراثا ودستورا وذلك بما اختص الله سبحانه أبيه ومن بين الصور العظيمة التي تشمل على عقيدة التوحيد بمراتبها التلاث الإيمان والإحسان والإسلام بصورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد صدق الله بعظيم كما أن الإسلام رفع من قيمة الإنسان بالإيمان لأن الإيمان يهدب الخلق وينقل أرواح من الردائل ويزكيها أنا مقدمة أنا شرحت أشفانس مشوا العرض لوكي اعتامد على الأدلة والاستشهادات فالعرض أشكي يقول لك تقول لك إن التوحيد أعتذر لا تقول لك مشوا العرض يعني المرحلة الثانية هي التوسع والتفسير بالأدلة إن التوحيد يتضمن محبة الله سبحانه وتعالى والخدوع له استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ينبغي بذلك وشه الله وكذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني سرط الأنبياء آية 25 كما أن الإسلام كرم المسلمون حينما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لقد كان لدهور الإسلام أعظم حدد تاريخي في تاريخ العرب وبداية تحول خطير في حياتهم الدينية فوحدوا إيمانهم وبذلك تغيرت الحياة الإجتماعية لأن الدين والتوحيد أفع من قيمتهم وصان كرامتهم وأعتقهم من العبودية وأخرجهم من الظلم إلى العدل ومن الظلام إلى النور وبالإسلام وبالدين الجديد أصبحت لهم عزة وكرامة وذلك حينما أدرك المؤمن الموحد لله أن لا رازق إلا الله كما دعم من روحهم أو قوى من روحهم فمنح الشجاعة لأن الموتى بيدي الله وحارب الشرك الشرك الذي هو وليد الجهل ومن يشرك بالله فقد دل ضلالا بعيدا كما أن الإسلام كيف وحد بين المسلمين ورفع من كرامتهم ومن قيمتهم هنا مفرض أيضا الزكاة التي تقضي على الفقر وجعل العيش الكريم حق كل إنسان فمن حق الفقير أيضا أن يكسب قوته ولا يمد يده ساعيا إلى أحد حفاظا على كرامته وقد جاء كل ذلك للحفاظ على التوازن بين طبقات الأمة كما أن الإسلام دعا إلى العمل لا قيمة للإنسان بدون أعمل لا قيمة له إن لم يكن يعمل شيئا لأن الإيمان مصحوب بالعمل الصالح ومن عمل صالحا من ذكر وأنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لا ننزي زيه عفوا لا ننزي زيه أجرهم بأحسن مكان يفعلون كما أن بالتوحيد والإيمان الصادق ارتفعت قيم كبيرة أخلاقية داخل المجتمع فلم نصن كرامة الإنسان فقط إنما منحته القدرة على العيش وعلى مواجهة المصائب والصعاب لأن بتوحيد إيمانه أصبح يمتلك روحا هادئة مطمئنة راضية مرضية بما كتبه الله لها من قضاء وقدر وبذلك أصبحت مقومات الحياة أرفع وأجمل مما مضى إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد وشكرا ترجمة نانسي قنقر